اعلنت المستشفيات الحكومية انضمامها للنظام الوطني للمقترحات وشكاوى تواصل تاتي هذه الخطوة ضمن جهودها لتعزيز توفير قنوات تواصل متنوعة مع جميع الموطنيين والمقيمين في اطار توجهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة والي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة بين المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية اعلنت المستشفيات الحكومية انضمامها للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل حيث اكد سعدت الدكتور احمد محمد الانصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بان المستشفيات الحكومية حريصة على تقديم افضل الخدمات واجودها عبر توفير مختلف المنصات التي تعزز التواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين من خلال توضيط التعاون البناء والملموس مع كافة الجهات العامة والخاصة بما يرفض المنظومة الصحية بمملكة البحرين هذا النظام المتاح عبر البوابة الوطنية بحرين.بي ايج وعبر تطبيق الهواتف الذكية تواصل سيمكن المواطنين والمقيمين على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع من تقديم مخترحاتهم وابداء ملاحظاتهم التي من شأنها تطوير العمل والخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية التي تديرها المستشفيات الحكومية خصوصا الخدمات الطبية والتمريضية وخدمات الصيدلة وغيرها من الخدمات المعنية بالاقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية والتي تصب في صالح المجتمع. المستشفيات الحكومية تحرص على تطوير خدمتها باستمرار لمواكبة متطلبات المرحلة وحرصا منها على تعزيز مبدأ الشفافية وتفعيل ثقافة التفاعل المباشر من خلال الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الإلكترونية. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين